موسيقى إسماعيل عليه السلام هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وهو ابن السيدة هاجر المصرية التي وهبتها السيدة سارة إلى زوجها إبراهيم أرسل إسماعيل عليه السلام إلى القبائل العربية التي عاش في وسطها وإلى أهل اليمن فدعاهم إلى الإسلام أثنى الله عليه ووصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الصلاة والأمر بها لأهله ليقيهم العذاب أظهر لأبيه التسليم لأمر الله عندما حدثه برؤية الذبح وأخبره أنه سيكون عونا له على طاعة الله وفداه الله بذبح عظيم ذكر من سيرته أنه أول من ركب الخير وأنه قد تكلم بالعربية الفصحة البليغة التي تعلمها من قبيلة جرهم ولد لإسماعيل عليه السلام من زوجته الثانية إثنى عشر ولدا ذكرا وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إليه مات إسماعيل عليه السلام في مكة المكرمة بعد أن أدى رسالة ربه وبلغ ما أمره الله بتبليغه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وهو طفل رضيع فجر الله عز وجل الماء من تحت قدمه ولما كان فتن قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إنه إسماعيل ابن أبراهيم عليهم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم في حلقة اليوم نتحدث عن هذا الذبيح الذي قدم نفسه طاعة لله ثم طاعة لأبيه يسعدنا في هذا اللقاء أن نرحب أولا أن نرحب أولا بضيوفنا الكرام بفضيلة الدكتور محمد الصغير أهلا وسهلا بك أهلا ومرحبا وكذلك نجدد التحية والترحاب بفضيلة الدكتور حاتم عبد العظيم أهلا بك دكتور حاتم أهلا ومرحبا ونجدد التحية كذلك بفضيلة الدكتور عادل الحمد أهلا بك دكتور حاتم أهلا بك ومرحبا تشرفنا بكم دكتور حاتم كنا تكلمنا في حلقات سابقة عن سيدنا إبراهيم وعن هذا البيت الإبراهيمي الذي تأسس على طاعة الله سبحانه وتعالى لكننا الآن نتناول البيت الإبراهيمي أيضا لكن من زاوية أخرى من زاوية هذا الغلام الذي كان مطيعا لله أولا ومطيعا لأبيه ثانيا كيف ترى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا ورسول الله وعلى سائر أنبياء الله أئمة الهدى والتقاء وعلينا معهم بفضل الله ورحمة الله سيدنا إسماعيل في الحقيقة وفرع من الدوح الإبراهيمي الكريم تمثل فيه وانعكس فيه كثير من فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى قدر لهاجر المهاجرة المضحية أن تكون أما لأمة عظيمة ولإسماعيل أن يكون أبا لأمة عظيمة أمة ستكون إليها وراسة البيت وحراسة البيت ستكون مؤتمنة على الملة الإبراهيمية الحنيفية السمحاء ستكون رافعة راية التوحيد الحق الكامل والشريعة التامة المرضية من الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيام وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتهد الإسلام في قلب الصحراء ليأخذ من سعتها وأصالتها ونبلها وأخلاقها وباديتها حيث تكون الأخلاق الأصيلة والفطرة السليمة ما يستعين به على نشر أنوار الحق في الأرض الله سبحانه وتعالى جعل إسماعيل والولد الأول لإبراهيم وهو إجابة دعوته رب هبلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وحسبك أن يصف القرآن الكريم ذلك الغلام قبل أن يولد بأنه حليم عاقل صبور يزن الأمور بميزان العقل والفطنة والحكمة ولا يندفع ولا يتسرع ولا يتعجل وهذا سيظهر جليا في مواقف سيدنا إسماعيل بعد ذلك وكذلك وصف الله عز وجل إسماعيل فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية فإسماعيل الصادق الوعد هذه القيم التي أرد الله عز وجل أن يتلقاها إسماعيل من هذه النشأة في الصحراء شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون كل خطوة خطتها هاجر وخطاها إسماعيل في هذا المهاجر الصعب هذا الامتحان الشديد أن تكون كل خطوة خطواها نسكا للناس إلى يوم القيامة فحيث ضرب إسماعيل بقدميه وجاء الملك فحفر بجناحه وأخرج الماء وتحوطته هاجر وابن عباس يقول لو لم تتحوط هاجر لظل زمزم غيثا مغيثا لا حدود لمائه أصلا صار هذا هو الماء المبارك الذي يسعى إليه الناس من كل مكان ليرشفوا منه رشفة فيها أسر إسماعيل وأم إسماعيل وحيث سعت هاجر تبحث عن الماء لرضيعها بعد أن نفد ما تركه إبراهيم من الماء والطعام حيث سعت يسعى الناس إلى يوم القيامة وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنها سعت بين الصفى والمروى ثم قال فذلك مسعى الناس من أجل أنها سعت هنا أمرنا أن نسعى وحين افتد الله إسماعيل الذبيح بالفداء العظيم كبش نزلت به الملائكة من السماء ظلت الأضحية سنة متبعة إلى يوم القيام فكل موقف حصل السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل في هذا المهاجر الصعب صار نسكا يتعبد الناس به إلى يوم القيامة وكأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليس فقط هاجر وهو رضيع وإن ما شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هجرته بداية لملة إبراهيم الممتدة الباقية وللأمة الوارثة التي سترس هذا البيت وترس هذه الملة وترفع الراية وإن بعد زمن طول نعم بارك الله فيكم دكتور عادل امرأة وحدها في سحراء مع غلام مع طفل رضيح يعني لسه أربعين يوم خمسين يوم ويتركها زوجها وتعيش في هذه البيئة الجديدة الغريبة المرعبة الموحشة كيف ترى إلى استسلام السيدة هاجر لأمر الله سبحانه وتعالى أيضا ولن يضيعنا وأثر هذا على تكوين شخصية سيدنا إسماعيل عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم موقف عظيم جدا من أم إسماعيل الهاجر عندما تركهم نبي الله إبراهيم سألت سؤال هل هذا بأمر من الله أم هو من عنده فلما قال لها وبيّن لها أن هذا بأمر من الله عز وجل استسلمت وهذا الاستسلام هو وصمه في إبراهيم أصلا وهو زوجها إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أن يتربى الإنسان من البداية على أن يستسلم لأمر الله عز وجل يعني أنه يقبل بالأمر حتى لو لم يستطع أن يفسره تفسيرا عقليا أكثر المعارضات التي تعارض بها نصوص الشريعة أو يعارض بها أمر الله عز وجل أن الإنسان يقيس بعقله القاصر أمر الله عز وجل صحيح أم إسماعيل لم تفعل هذا الفعل لما قالت لمن تتركنا قال لله قالت إذن لن يضيعنا وهذا هو الاستسلام هذا الاستسلام أيضا ظهر في ذريتها في إسماعيل لما قال له يا أبتي فعل ما تأمر قال إني أرى في المنامي أني أذبح قال يا أبتي فعل ما تأمر عجيب هذا الاستسلام الموقف هذا عجيب بل وصفه الله عز وجل فلما أسلم كلاه الأب والابن الاستسلام يعني أن الإنسان يمشي مع أمر الله عز وجل والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده حكيم خبير إذا أمر الناس لا يأمرهم بما يشق عليهم خلقهم ليرحمهم لا ليعذبهم فهم ما عليهم إلا أن يستسلموا لأمر الله فاستسلمت واستسلم زوجها قبل ذلك الخليل عليه الصلاة والسلام واستسلم إسماعيل فهذا بهذا تتكون الأسرة العظيمة يعني كما قرأت أنه سيدنا إبراهيم عندما تركهما في الصحراء عاد تقريبا بعد 12 سنة أو بعد 13 سنة يعني كان بقى سيدنا إسماعيل يعني في مرحلة الغلام يعني نعم يعني لم يره طول هذه الفترة وجاءه يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك فقال له افعل ما تؤمر يعني هو لم يقلوش أنا أمرت بهذا إنما أرى في المنام فواضح أن فيه تربية وتكوين من الأم التي علمت هذا الغلام وقالت له أنه والدك نبي وأنه بيؤمر من عند الله وأنه وحي يعني هذا التكوين من هذه الأم كيف ربت هذا الإبن على هذه العقيدة نعم صحيح وهذا دور الأم الإبن في الفترة الأولى من عمره في السبع سنوات الأولى فترة الحضانة التربية الأساسية على الأم وما تغرسه الأم في نفس الطفل في هذه الفترة هو الذي يبقى معه بالضبط وهو الذي يتربى عليه ولذلك اختيار الزوجة مهم لتربية الأبناء ودور الأم مهم لتربية الأبناء في هذه الفترة وكذلك أيضا الأبناء يرثون أخلاق الآبا عندما يناقش العلماء هل الأخلاق تورث نعم بعضها يعني يرثها الأبن من والديه فإبراهيم كان على هذا الخلق العظيم استسلام لأمر الله وكذلك زوجة إبراهيم هاجر أم إسماعيل فيتوقع أن يصدر الأبن بهذا الخلق أن يستسلم لأمر الله عز وجل نعم سهل دكتور عادل لو أذنت هذه المرحلة التي تفضلت بها المرحلة العمرية إلى سبع سنوات الآن الواقع على عكس ما تفضلت تمرد إنما يترك للخادمة هذه السبع سنوات يقول لك لما يدخل الدراسة فهل معنى هذا أنه ما تمليه له الخادمة وما تعلمه له سيأخذ عنها صفات أم ولا الأمر جيني وراثي مع اللبن لا طبعا إذا تعلم على يد الخادمة فسيخرج بأصفات الخادمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هو على الفطرة لكن التأثير الخارجي له أثر كبير ويرث الخلق لكن لون من تكريس الخلق تثبيته فإذا لم تقوم الأم بهذا الأمر قامت به الخادمة والخادمة وهذا من عجائب الأمور أن الخادمة يحضرها الناس وهي أقل تربية أخلاقا ثقافة وغالبا في مخالفة في الدين نعم قد تكون غير مسلمة ثم يتوقعون منها أن تربي أبنائهم تربية أفضل منهم على السلوم على الأسلوب الحسان هم يعتقدون أن هذه الخادمة تقوم بهذا الدور هذا الأب لا يستطيع أن يقوم به والأم لا تستطيع أن تقوم به إلا بعلم يعني لابد أن نتعلم فنون التربية فكيف نأتي بامرأة ما عندها من فنون التربية ولا عندها من الثقافة أيضا ولو كان عندها شهادات علمية لما احتاجت أن تعمل خادمة في بيوت الناس مع ذلك نسلمها أهم قطعة عندنا من جسدنا فلدة الأكبار في أهم مرحلة فترة العمورية الأولى التي تغرس فيه العقائد تغرس فيه الأخلاق تغرس فيه القيم والمبادئ نسلمها للخادمة طيب كيف تقارن لنا بعد إذن الشيخ سلامة بينما يفعله العرب بين هلالين المتحضرون الآن أصحاب الثراء والأموال وبينما كان يفعله العرب في جاهليتهم لما يذهبوا بالطفل ويضعوه عند المراضع حيث البادية حيث البيئة السليمة واللسان الفصيح نعم وكان له سبب أولا هم كانوا يبعدون الأطفال عن مكة إلى البادية لأن مكة مدينة حاضرة يفد إليها الناس من جميع المناطق فحرصا على بقاء اللسان العربي يذهبون به إلى قبل الإسلام كيفين من عجمة اللسان نعم كان يخافون ذلك فكانوا يبعثونهم إلى الخارج إلى الصحراء إلى البادية ترضعه المرضعة ويتعلم أيضا قيم العرب والرجولة في البادية لأن عادة المدن تنقص من هذه القيام فيحتاج أن يبقى يتعلمها الإسلام بقوة ويأتي بها وهم لا يختارون أي مرضعة يعني ينتقونها انتقاءا حتى ترضع الطفل يبحثون عن الصفات التي فيها والقدرات التي تمتلكها ثم يقدمونها ولذلك تأتي كل مرضعة تقدم العرض ثم يعني وهي أيضا المرضعة تأخذ بشروط معينة وهذا كان من يعني عادات العرب قديما ثم تبعهم بعد ذلك الملوك والرؤسة والخلفاء والسلاطين أنه كانوا يأخذون ما يسمى بالمربي مهنة المربي ضعفت في أزملتنا المتأخرة وهذا المربي يعتني فقط بتربية الطفل غير الخادم غير الخادم هذا الرجل وعادة يكون المربي عالم وليس جاهل أيضا صحيح فيعطى يسلم بعد المرحلة هذه بعد مرحلة السبع سنوات يسلم على يد مربي وقد يبقى معه المربي دول عمره خاصة أبناء الخلفاء كان يقول رباه فلان وهذا المربي تكون سلطته أقوى من سلطة والده عليه لكنهم لا يأخذون في المربين إلا العلماء الذين عرفوا بالعلم الشرعي والتربية صحيح لكن الدكتور محمد واضح الأم هنا يمكن أن تصنع أمة وهذا الذي رأيناه السيدة هاجر هي التي تركت الأثر الإيجابي والتربية السليمة في نفسية سيدنا إسماعيل وتكوين شخصيته إلى أن تأسست به أمم بعد ذلك كيف ترى دول الأمة في هذه المرحلة لم تكن السيدة هاجر عليها رضوان الله تعالى لم تكن فقط أما لإسماعيل نعم وإنما أراد الله تعالى أن تكون أما لأمة وهنا قبل الحديث عن هاجر كأم إسماعيل وزوج إبراهيم أقول أين أهل مصر من هاجر أيوة حتى تعرف سطوة الإعلام وقوة الإضلال من في مصر لا يتغنى بأحمس وتحتمس وأمين حتب والعملة عليها كما تفضلت القطار على أسماء الفراعنة ونحن ناسنا ضد التاريخ لكن ننظر إلى التاريخ مصر لها تاريخ في الإسلام ولها تاريخ في الإسلام في نسخة إبراهيم وليس في النسخة الخاتمة نسخة محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا يسلط هذا يعني لو حق لشخص أن يفخر بأم نقول نحن أهل هاجر لكن هذا مغيب عن المصرين عن عمد سلات الله يرحمه كان كل شوية يقول كثير الدكتور الجوادة هيفرح بحضرتك يقول نحن أخوال العرب وكان يقول هاجر ودي ده اللفظ الريفي يعني عندنا في الصعيد يسمى هاجر لكن يقال عنها هاجر ده اللفظ الريفي متأثر فيه بأصوله السودانية ربما هي من الصعيد هي لا أعرف قيل هذا لكن الثابت أنه سيدة ماريا لكن قرأت بعض الأقوال أنه أيضا السيدة هاجر كانت من النصف الثاني في مصر من الجنوب لكن السيدة ماريا القبطية من المينيا تحديدا طيب يعني خدوا ماريا القبطية واسيبوا هاجر وواجه بحر لكن الذي أريد أن أقول وأين وأين إذا كان الأعلام المصري غيب هذا المثل الأعلى وهذه القيمة الإنسانية الإسلامية الأولى الكبرى أين بقيت المسلمين من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر صلة للرحم وهي كراما لهذه الخؤولة حديث رواء الإمام مسلم ستفتح عليكم بعد مصر أو ستفتح عليكم بعد بلد يسمى فيها القراط إنه استخدام كلمة قراط هذه لازمة عند المصريين يعني الأرض الفدان 24 قراط لما يعملوا شركة زراعية يقسموها قراريط لما يعملوا حسبة في مسألة من المسائل مش أسهم يعني وحتى لو في المثل العادي يقولك أنا مبسوط 24 قراط كان عندي فدان يعني أيها كأنه بدأ بداية الغنى فالنبي يعطيهم اللازمة هذه المميزة لهذا الشعب فاستوصوا بأهلها خيرا يبقى الوصية بالمصريين هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأننا ننتسب إلى هذا البلد ولكن هذا من الدين الذي ينبغي أن يقال والنبي عليه الصلاة والسلام سبب هذه الوصية لماذا نستوصي بأهلها خيرا أو بقبطها كما في رواية أخرى والقبط هم أهل مصر قال فإن لهم نسبا وصهرا أو ذمة وصهرا لهم خؤولة لإسماعيل والد العرب الأول العرب المستعربة الذين تعربوا من نسله ولهم بصهرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرزق من ماريا المصرية القبطية بولد يقول رزقت الليلة أو ليلة البارحة ولدا سميته باسم نبي الله إبراهيم شوف الربط أيوة بجده جد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى وورد أنه لما جاءت السيدة ماريا لم يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب بيوت أزواجه وإنما أسكنها في عالية المدينة حتى لا تستوحش في شيء من الخضرة والماء يعني حتى لا تنتقل نقلة كلية من البيئة الزراعية المائية إلى بيئة صحراوية قحة هذه الأم الكريمة سيدة هاجر زوجه إبراهيم وأمه إسماعيل ينبغي أن تكون مادة مقررة وحصة لا سيما عند البنات أن ننشئ البنات وأن ننشئ النساء على هذا المثل الأعلى الذي خرج لنا نبيا كما تفضلت في بداية عمره يظهر عليه الرشد الذي ورثه من أبيه ويظهر عليه الحلم الذي بشر الله به والده يبقى معنا يا دكتور حاتم المرحلة بناء البيت مع أبيه يعني عودة مرة أخرى إلى حياة سيدنا إسماعيل داخل بقى كنف هذه الأسرة ومع أبيه تحديدا الحقيقة أن أصحب إسماعيل وتخيله وهو يكبر في هذه البيئة ما بين قبيلة جرهم العربية التي شاء الله أن تهاجر إلى مكان البيت وتقيم فتعطي هاجر وإسماعيل الأنس والصحبة استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت من زريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من التمرات لعلهم يشكرون فجعل الله هذه الأفئدة تهوي إليهم وينشأ إسماعيل في هذه البيئة البدوية العربية ليأخذ اللسان وليكون أبا لجيل قادم من العرب ستكون فيه راسة النبوة وليأخذ طبيعة البادية كما قال الرافعي رحمه الله إنما الإسلام في الصحرى امتهد ليجيء كل مسلم أسد وده بادي من زمان عند سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ويعيش إسماعيل مضاحيا بصحبة الأب وأي تضحية هذه ده ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لكن أراد الله عز وجل أن يكون أساسا لحياة جديدة طيب ويمر إسماعيل بأول اختبار الزبح وده يعني مشهد عجيب يعني يحاول الإنسان يتصوره فلا يجد إلا طاقة الإيمان الكاملة المسيطرة المهمين على النفس التي تقول كما قال إبراهيم حين قدموه للنر حسبنا الله ونحمى الوكلي يكفيني ربي لا أريد إلا رضاه وبعدين يعني تأتي المحطة الأخيرة في حياة إبراهيم والأهم في حياة إسماعيل حين يؤمر إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون حياة إبراهيم بينه بداية هي هدم بيت الأوسان أو البيت للشرك في الأرض ونهاية هي رفع بيت الإيمان وكأن إبراهيم جاء إلى الأرض والوسانية فيها مؤسسة سائدة لكنه لم يمت حتى قضى على هذه المؤسسة وأجهزها أجعلها جزازاً وأقام الله به مؤسسة الإيمان والتوحيد وأراد الله سبحانه وتعالى أن يشرك معه إسماعيل في هذا الشرف العظيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العديد ربنا أجعلنا مسلمين لك انظر الضعاء بعد ذلك ومن زريتنا ومن زريتنا زريت مين؟ إبراهيم وإسماعيل إذن وجود إسماعيل هنا لحكمة أن يشترك مع إبراهيم في هذه الدعوة وأن تكون وراسة البيت ليست في كل زرية إبراهيم وإنما في زرية إبراهيم من نسل إسماعيل عليه السلام واجعلنا مسلمين لك ومن زريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا فبدأ من اللحظة الأولى أن هذا البيت وراسته وحراسته في زرية إسماعيل عليه السلام وقد كان وبعدين تكون هذه الأمة المسلمة التي نشرف بالانتساب إليها دعوة إبراهيم وإسماعيل ومن زريتنا أمة مسلمة لك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم فسيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام شاء الله سبحانه وتعالى له أن يحوز الشرف الكامل المكمل المتمم يا أخينا أتخيل أحيانا أنه ما من طائف يطوف ولا ساع يسعى ولا ملب يلبي ولا حاج ولا معتمر إلا والله سبحانه وتعالى يجري من أجورهم على هاجر وإسماعيل الله أليس والذي خطط خطة هذه النسك ويعني وضع لبناتها ورفع قواعدها عليه الصلاة والسلام هذه الأمة من فضل الله عليها أن آخرها موصول بأولها وأننا لا نشعر أننا أمة بدأت يوم بعث محمد صلى الله عليه وسلم عليه في جزيرة العرب نحن أمة بداية تاريخها يوم هاجر إسماعيل وأمه إلى هذه الجزيرة يوم رفع إبراهيم القواعد من البيت يوم دعا إبراهيم وإسماعيل أن تكون من ذريتهما أمة مسلمة لله ترس هذا البيت وتحروسه أزن إبراهيم فلمن كان ذلك الأزان بالحج هذا الأزان كان لهذه الأمة صحيح عظم الناس البيت على مدار التاريخ لكن ما حج إليه الحج الإبراهيمي الذي يرفع الملة الحنيفية والتوحيد الحق والدين الخالص إلا في رحاب هذه الأمة إسماعيل عليه السلام كان إزانا بميلاد أمة جديدة وارسة مستخلفة ترفع راية الملة الحنيفية السمحاء التي جاء بها إبراهيم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كل صلاة ويعلمنا أن ندعو كما دعا اللهم صلي على إبراهيم وعلى آل اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق سائر ذريات إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حبيد ومجرد لو أردنا أن نصلت مزيد من الضيئة دكتور عادل على هذه الفترة نستخلص منها بعض الدروس المستفادة مسألة البيت بناء البيت بناء البيت شيء عظيم جدا وحرمة الكعبة عظيمة جدا لم توكل هذا البناء العظيم لشخص واحد لقد وإنما لإبراهيم وإسماعيل وهذا يعني أن الأعمال الجماعية الأعمال العظيمة تحتاج إلى عمل جماعي يتكاتب فيها الجميع ليؤسسوا بناء عظيما هذا بيت فمن ظن أنه يستطيع أن يعمل لوحده من دون إخوانه فهو في الحقيقة مختل لأن لابد أن يتكاتب الناس في الأعمال العظيمة تحتاج إلى وقت تحتاج إلى جهد كذلك تحتاج إلى تضحيات لم يتشرف إسماعيل عليه الصلاة والسلام بهذه الرتبة أن يعطى له بناء البيت العظيم الذي يحج إليه الناس لبع التضحية وهذه التضحية كانت بالنفس كان سيقتل فهذا شيء عظيم جدا ينبغي أن يتنبه إليه من يريد أن يعمل للإسلام أنه يحتاج إلى أن يعمل العمل الجماعي هذا من جانب بناء البيت جانب الآخر هذا البيت بني من الحجارة لكن له مقصد آخر وهو أن يعبد الناس رب هذا البيت لذلك جاء الدعاء بعد ذلك دعوا الله عز وجل بأن يعبد وأن تكون هذه العبادة في الذرية وأن يأتي أجيال كلهم يعبدون الله عز وجل ونحن بحاجة أيضا في أعمالنا الدعوية العظيمة أن ندعو الله عز وجل أن يهدي الخلق وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة عندما دعا لأقوام دعا لدوس فاهتدت دعا لأحد العمرين فاهتدوا عمر دعا لعموم القريش لما أراد الملك أن قال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين لكنه دعا أن يخرج الله من ذريته ومن يعبد الله عز وجل وهذا علامة على الرحمة توجد في قلب الإنسان عندما يدعو للآخرين الذي لا يستطيع أن يدعو بالهداية لغيره فهو إنسان قاس القلب في نفسه شيء لا يستطيع أن يخرجه وخاصة دعاء الأب لأبنائه ودعاء الأم لأبنائها وهذا أهم قد تكون عاطفة الأبوة أيضا والبنوة يعني الأمومة قد تكون قوية فيدعو الإنسان ويتمنى الإنسان لذريته وهذا مطلوب أيضا والصلاح ليس بما يفعله بعض الناس اليوم من أنه يرى أنه في تربيته لأبنائه إنما أطعمهم وألبسهم وينسى أن صلاح دينه أهم من الطعام والشراب فقد يدعو الإنسان بأن يوفق ابنه في الدراسة لكن قد لا يدعو له أن يوفق في العبادة فهذا مهم أن يدعو له من خلال خبرة حضرتك التربوية إيه الدعوة التي يمكن أن نوصي بها الناس كانت تكون دعوة جامعة نوصي بها الأباء والأمهات كده للأبناء هي دعوة إبراهيم أيها وأصلح لي في ذريتي الله فيجعل الصلاح كله في الذرية لا يخرج الصلاح عنهم وأصلح لي في ذريتي كما أيضا يدعو لهم بالتفصيل ويجعل لي مقيمة الصلاة ومن ذريتي فيدعو لهم بالصلاة وهي عمود الإسلام ومن صلحت صلاته صلحت حياته لأنها أعظم صلة بين العبد وبين الله عز وجل فيحتاج أن يدعو لهم ونعرف من القصص من ركزت في دعائها فقط بهذه الدعوة أن الله سبحانه وتعالى يجعل ابنها من المصلين فاستجاب الله عز وجل دعاها فيحتاج إلى قوة الإيمان وقوة الصلة بالله عز وجل مازالت حياة سيدنا إسماعيل مليئة بالدروس والعبر وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في واحة المرسلين ما يسعد الطيبين ويرشد الصادقين لجنة الخالدين في سيرة الأنبياء ومسيرة الأصفياء ما ينفع الأولياء ويرفع الصالحين من تائب وصبور ومجاهد لا يخور وشاكر بسرور لخالق العالمين وطاهر وعفيف وناصر لضعيف ونابه ولطيف وصادق وأمين وطيف odox